اشتركوا في القناة دورية شهرية على قليلة عند طبيب النساء ولكن بهذه الأيام وهذه الظروف عم يكون فيه شوية صعوبة يعني من 2019 لهلأ تغيرت لشيء كتير كتير فرائد خلينا نحكي شوي بس عادة الدورة الشهرية بتكون كل 28 يوم في ناس بتكون عندهم أقل شوي ممكن تكون أكتر بس بالإجمال أكترية النساء الدورة الشهرية بتكون 28 يوم دايما إحنا إذا فيه تأخير نهار واحد بنطلب من المرأة أنه تعمل فحص تتأكد إن إذا كانت حبلة أو لا في عنا فحصين بيأكدوا الحمل هني فحص البول وفحص الدم فحص البول وفحص هاي بيشتروا من الفرماسية بيعملوا بالبيت فيه نوعين منه دايما أسئلة بيتلفنون عليها هيدا على الكلينيك إنه فيه نوع بيكتب بوزيتيف أو نيجاتيف إذا بوزيتيف يعني أكيد فيه حمل إذا نيجاتيف ما بيكون فيه حمل النوع الثاني بيحط خطين إذا حط خطين يعني فيه حمل إذا حط خط واحد بيكون ما فيه حمل دايما بيدقوا حكيم طلع خط واحد شو أولاك حبلة مش حبلة فإذا كان فيه خط واحد واحد يقول أنه التيموا هيدا أنه اشتغل هلذا بس يحطوا البيبي عليه يعطي خطين يعني أكيد فيه حمل هلأ إذا طلع التاس طبع البول نيجاتيف هيدا ما بيأكد أنه نيجاتيف ممكن يكون بعده الأرمون طبع الجروسس واطي بالبول ما طلع بوزيتيف كيف منأكد منعمل فحص دم فحص الدم منفتش على أرمون اسمه بيتا أشسي جي هيدا الأرمون بس يصير فيه جروسس بيعلى دونك هيدا إذا الفحص إذا كان بوزيتيف بيكون 100% يعني 100% على أنسنت دونك بتأكد أنه حبلة حتى بأول مراحل الحمل يعني بأول نهار من الحمل بيبين أول نهار من الحمل بيبين ممكن الفحص الكتب ما تبين بس فحص الدم بيبين صحيح ممكن فحص البول ما يبين مشانيك نحن منأكد بفحص الدم هيدا أول خطوة أول خطوة ضغري عند الطبيب عادة لازم تنطر بين جمعة لعشرة أيام بتروع عند الطبيب النسائي أول زيارة كتير مهمة يعني ما مفروض هيدا تتأجل لأنه أول ما بتوصل لعنا على الكلينيك بناخد لها ضغطة بناخد لها وزنة تعرفي أنه الضغط بالحبل كتير بشعر ممكن يوصل المرأة لمشاكل أبدا مش منيحة وممكن يقزي جنيه فمفروض ضغري يتوجه عند الطبيب بناخد لهم ضغطهم بناخد لهم وزنهم بناخد الإسوار طبعا بنشوف إذا عندها شيء أمراض قلب أمراض كبد أمراض كلاوي إذا بتاخد دي ملاء دي التريتمان كرونيك وبعدين بنسألة إذا عندها ألرجي إذا بتدخين إذا عندها عادات عادات مش مظبوطة ممكن متى نفترض في ناس يمكن بياخدوا دروغ يمكن بياخدوا دي ميدي كمان بيكونوا بيأزوا هاي دي كلها بأول زيارة بعدين ننتقل المرحلة الثانية بيذات الزيارة هي الفحص السريري بنفحصها بنشوف إذا عندها مشاكل بالقلب عن جديد بنفحص رواية بنفحص لكل بنفحصها كلها سواء وبنرجع بننتقل للإيكوغرافية إيكوغرافية كتير مهمة بأول لا مهمة لأنه أول شغلة بتفرجينا إذا إذا هالحبل موجود بقلب بيت الرحم بمطرحه بمطرحه لأنه ممكن يكون برات الرحم وإذا كان برات الرحم بيعمل مشكلة كبيرة للإمهية ممكن يفجور ويعمل لها مشاكل كتير الشغلة الثانية بتقلنا الداتاسيون يعني قداش عمر الجروسس مزبوط يعني في ناس كتير بيجوا لعنا بيسألها مثلا قيمتان كان الدات دانية راجل طبعي بتقليلي حكيم نسيت مش مسجلة أو ناسية أو هيك شي يعني فالإيكوغرافية بتقلنا قداش عمر الجروسس وقيمتان ترم أنها تولد بأي وقت الإيكوغرافية بتقل لك قدية عمر الجروسس ولا أول بروميات ريماس بروميات ريماس يعني الزيارة الأولى ما لازم نأخرها أبدا هي ضرورية لكل الإستوريك طبعا للحمل والإيكوغرافية اللي بنعملها بالبروميات ريماس بتفرق بلوز وموط تتجور يعني ثلاثة لأربعة تييم تشوفي قداش منها دقيقة مشان هيك أنه ما لازم يأخروها هاي دي الزيارة وطبعا منقلهم شو لازم يعملوا بحياتهم شو الممنوع شو اللي مش ممنوع يعني كل النصايح هي بتتخذ بأول زيارة وكل التعليمات اللي لازم تتخذ إذا اتخذت من أول الحمل كمانا بتوفر كتير على المريضة أكيد طبيعيا أنه مش مريضة نحن منسميها أنه يعني مرة حبلة بقى أكيد مفروض هاي دي الزيارة ما تتأخر أبدا بتجنبها من ممكن تصير معها مثلا عم نحكي عن الضغط إذا الضغط كان عالي وما أخذ التريتمون اللازم هاي دا الضغط ممكن يعمل لها مشاكل لألة يعمل لها نزيف البابي ما ينمى ممكن لا سمح الله يموت البابي بقى البطن فهو الكله مفروض يعني نخبرهم عنه ممكن الضغط يكون لو ما كان عنده ضغط بالأساس يكون الضغط بس لأنه صار في حمل يعني أول أيام الحمل هاي دي كتير كتير خطرة بتصير نحنا بأول الحمل دايما بتصير تقريبا بالدساد زويد سومان بيعلى الضغط فجأة بيعلى من وراء الخلاص الخلاص بيفرز مادة خصوصة بتروح بقلب الدم بتعلي الضغط وهي دي خطرة كتير يعني ممكن نوصل لمحل نخسر المرأة فيها مشان هيك منتابع بشكل كتير دقيق وبدو يكون الحكيم كتير قريب من مريضه أو يد منتطر نفوتهم على المستشفى بالخامس سادس شهر ومنكف فعزان فيه وبالبداية ما يكون فيه ضغط وبعد تاني الشهر تاريخ شهر يجع يبين ضغط الزيارة بين الزيارة والتاني شهر كامل طبيعي عادة نحنا كل شهر منقلهم أنه مفروض يزورونا بس يوصلوا على الشهر الثامن يعني تقريبا على تروندو سومان نصير شاك تروى سومان كل ثلاث أسابيع وبس تفوت بالشهر التاسع منصير شاك سومان لأنه نكون قرابة كتير على نفحصها لقلها وضغطها ونشوفها ونفحص البابي ونبض البابي ونعمل فحص النسائي طيب أول تريماسر فإذن عرفنا شو اللي رح يتابع التاني تريماسر بيفروق بيغير التاني تريماسر كتير مهم التاني تريماسر بنعمل في شي عادة بالجروساس الأساسية هنا ثلاثة إيكوغرافية عنا الإيكو على دو سومان يعني على ناخد وقفين ناخد وقفين ونرجع أوكي